أصدرت الصين بيانا حثت فيه الولايات المتحدة على الاحترام والالتزام بقوانينها وعدم تقوض ثقة المتبادلة والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هواتشون يينغ بيانا بعد أن أبحرت مدمرة الصواريخ للبحرية الأمريكية بالقرب من جزيرة تشونجشيان التابع على جزر سيشا مؤكدة أن صفن الحربية الأجنبية يجب أن تحصل على إذن من الحكومة الصينية قبل دخول المياه الإقليمية للصين وفقا لقانون الصين للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة هذا وقالت وزارة الخارجية الصينية أن مدمرة الصواريخ للبحرية الأمريكية انتهكت القانون الصيني عن طريق دخول المياه الإقليمية للصين دون ترخيص وأضافت أن الصين قامت بمراقبة سفن الحربية ووجهت لتحذيرات صوتية